السلام عليكم في الفيديو دي احنا نتكلم عن كيفية اضافة توقيعك على اي ورقة او مستند على اه الهاتف ولنفترض مثلا ان شخص ارسلك مستند على الواتساب زي ما احنا شايفين كده بتفتح اه المستند وعندك هنا علامة الشير اللي فوق على يمين بتضغط عليها وبعدين بتفتح معاك القائمة دي بتختار منها او نسخ تمام وبعدين بتطلق خالص وتروح على تطبيق او الملاحظات وبتعمل لصق للمستند هنا زي ما احنا شايفين وبتضغط على بالتالي المستند اصبح موجود معاك اه في اه بتلمس الورقة كده وبالتالي بيظهر معاك علامة الالم اللي فوقها على يمين بتضغط عليها بيظهر معاك تحت على اه اليمين هنا اه بتضغط على الزائد اللي تحت على يمين تمام بتفتح معاك القائمة اللي احنا شايفينها دي عندنا هنا الخيار التاني وهو او توقيع بتضغط عليه بيفتح معاك الصفحة البيضية بيتم اضافة التوقيع الخاص بك في الصفحة دي وليكن مثلا التوقيع هيكون بالشكل ده. تمام زي ما احنا شايفين كده وبعدين بتضغط على وبالتالي التوقيع اصبح موجود معاك زي ما انت شايف كده بتبدأ تكبر وتصغر اه على حسب ما تحب وبتضع التوقيع في المكان الخاص به. وعندك هنا بتضغط على اللي فوق على الشماية بتضغط عليها وبالتالي الورقة او المستند اصبح موجود والتوقيع موجود عليه زي ما احنا شايفين. طيب انا اه وليكن مثلا انا في شخص برضو ارسل لي مستند وحابب اضيف اه التوقيع بتاعي. التوقيع بتاعك اصبح محفوظ على اه تطبيق النوتس او الملاحظات. فانت لو اه بتفتح بنفس الطريقة وبتلمس القلم والزائد اللي تحت عليه. وبعدين عندك هنا وهنا اه هتلاقي هنا التوقيع بتاعك محفوظ هنا. فبتضغط عليه بيصبح موجود معك زي ما احنا شايفين على المستند وبيتم اضافته بنفس الطريقة. وفي نهاية الفيديو ما تنساش الشرك في القناة وتفاعل زر التنبيهات وتضغط لايك للفيديو وشكرا جزيلا على المتابعة.